جنون كأس آسيا 20-23 عروس عراقية تزين شعرها بتشكيلة أسود الرافدين لكن هل يصل هوس كرة القدم إلى حفل الزفاف؟ تزامناً مع بطولة كأس آسيا انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي العروس العراقية بتصريحة شعر غريبة تصريحة الشعر الغريبة والمدهشة لفتة عروس عراقية الأنظار إليها بها بعد ما تدور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه على نطاق واسع وثق الفيديو تصرف غريب من العروس اللي استبدلت تاج العروس المعتاد بصور لاعب منتخب العراق كجزء من تزين شعرها اشتركوا في القناة وفي الفيديو ظهر مصفف الشعر وهو يضع الدبابيس التقليدية لكن استبدلها بصور اللاعبين المشهورين في شعر العروس وحصد الفيديو تفاعل واسع على السوشال ميديا وجاءت معظم التعليقات مشيدة وداعم الموقف العروس في تشجيع منتخب بلادها فيما انتقدها آخرون دانا كتبته علقت يا حلوها ما شاء الله وناريهان قالت ان الفكرة حلوة بينما نسرين عبرت عن اعجابها بالفكرة واحتمالية ان تسويها الفريقها المفضل ريال مدريد وقالت ريال مدريد انا قادمة لكن على الجانب الآخر طالها بعض الانتقادات مثل نوف اللي استغربت وقالت كيف جتها الفكرة وايش السبب اللي يخليها تسوي كده بينما علق عبدالله ساخرا وقال زين وين صور الاحتياط والاداريين والمشجعين وشهد قالت نتفرج على الكرة والرياضة بصفة عامة لكن ما وصلت بي لها الدرجة شنو جو المجانين هذا وانتم متابعينا ما رأيكم اشتركوا في القناة